فاز فريق الابتكار المكون من خمسة مشاركين يمثلون خمس جهات حكومية والذي أسسه معهد الإدارة العامة بيبا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين فاز في مسابقة ايدياثون الإقليبية التي تنظمها سنويا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بدولة الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة البنك الدولي سحابة المواهب الحكومية للاستثمار الأمثل في الهياكل التنظيمية للقطاع العام تدوير الطاقات والمواهب الحكومية هو عنوان المشروع البحريني الفائز في مسابقة الايدياثون الإقليمية التي تنظمها سنويا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بدولة الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة البنك الدولي طريق البحريني الذي تم تدريبه معانا في برنامج الابتكار الحكومي فقط خلال فترة الستة الشهر الأخيرة فاز بهذه الجائزة في مشروع كبير جدا فيما يسمى بسحابة المواهب الذي نحتاجه اليوم وفي المستقبل لاستفادة من كل الطاقات البحرينية بل ممكن حتى تعميمه على المستوى الدولي هذا المشروع الذي قدمه واشتهد على النهوض بفكرته أحد فرق برنامج الابتكار الخمسة التي ساهم في تأسيسها معهد الإدارة العامة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين ليستحق فريق الابتكار المكون من خمسة مشاركين يمثلون خمسة جهات حكومية هي وزارة الداخلية ووزارة الصحة المجلس الأعلى للبيئة مجلس التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى بيبة الفوز بعد الدخول في مسابقة قوية على مستوى الوطن العربي احتدمت فصول منافساتها بين 77 فريقا جاءوا من 17 دولة عربية نهضوا بأفكارهم ليتمخض عنها أجد الحلول المبتكرة والسبل الناجعة في مواجهة مؤسسات القطاع العام للتحديات والمعوقات التي فرضتها أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 الجهات التي شاركوا ودعموا موظفينهم لكي يدخلوا معانا في هذا الفريق الشكر حقيقة لهم ومنبارك لهم حقيقة هذا الفوز لأنهم من خلال المنتسبين لهم قدرنا نصنع مثل هذه الأفريقاء اللي نفتخر فيها على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم وزارة الداخلية وزارة الصحة المجلس العالم البيئة المجلس التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى معهد الإدارة العامة بيبة نطمح أنه بالفعل يكون الابتكار جزئية رئيسية في عمل كل موظف وكل مسؤول فكرة المشروع الذي لفت أنظار الهيئة التحكمية للمسابقة استندت على توظيف قدرات ومهارات الموظفين الحكوميين الذين أدت تحول الرقمي خلال جائحة كورونا إلى خلق فراغ وظيفي لديهم عبر استحداث منهجية لرصد المواهب والتي تعرف بسحابة المواهب الحكومية الإلكترونية يتمحور مضمونها حول إنشاء خاصية جديدة في تطبيق الموظف الحكومي لإدراج المواهب والمعارف والمهارات التي يتمتع بها بحيث يتم تحليل مهاراته ومعارفه حتى يصار إلى نقلها للسحابة والتسجيل في برنامج يسمح بتدوير الموظف في مؤسسته أو بين المؤسسات الحكومية وفقا لما تبوح عنه نتائج التحليل وعندما تستدعي الحاجة الاستفادة من طاقاته وإمكاناته لتلفزيون البحرين محمد رشادات